الآن نأتي لحرف الصاد مع المد القصير والمد الطويل والتنوين بأنواعه الثلاث المد القصير عزيزي الطالب يتضمن الفتحة التي تكتب فوق الحرف ويتضمن الضمة التي تكتب فوق الحرف والكسرة التي تأتي أسفل الحرف والسكون الذي يأتي فوق الحرف الآن نبدأ عزيزي الطالب المد القصير مع الحركات رسما ولفظا نبدأ وأبدأ وابدأ معي عزيزي الطالب سنضع عليه الفتحة ص لاحظ عزيزي الطالب أنني عندما أقوم بتحريك الحرف مع الحركات في المد القصير يكون اللفظ سريعا مع الضمة س الضمة تأتي فوق الحرف مع الكسرة ص ومع السكون يبقى كما هو ساكن إذن نعيد عزيزي الطالب عزيزة الطالبة الأم الفاضلة المد القصير السريع مع الحركات الآن نأتي إلى المد الطويل وتتم المقارنة مع المد القصير المد الطويل عزيزي الطالب يتضمن الألف الممدودة والمقصورة و الواو و اليا فلنبدأ عزيزي الطالب المد الطويل مع الألف نبدأ المد الطويل مع الألف سا 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 المد الطويل مع الألف سا مع الواو سو 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 هنا عزيزي الطالب تعدينا مرحلة التهجئة الحرفية فلا نقول اس أو سو كما يخطئ بعض الطلبة وتخطئ بعض الأمهات فهنا فورا يتم المد سا سو مع اليا هنا مع اليا عندما يأتي المد في وسط الكلمة يتم إضافة سن اليا ورسم النقطتان فتصبح سي وعندما يأتي في نهاية الكلمة تأتي الياء بهذا الشكل إذن هيا عزيزي الطالب نقوم بالمد الطويل مع الألف ومع الواو ومع الياء هيا بنا عزيزي الطالب أرجو من الأمهات أن تجعل الأبناء والبنات يقومون بالتهجئة والقراءة المتواصلة معي سا سو سي نعيد سا سو سي الآن نأتي للمقارنة ما بين المد القصير والمد الطويل في اللفظ هنا سريع وهنا مد طويل س 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 الكسر واليا س س س س إذن هنا قمنا بالمقارنة نأتي الآن إلى التنوين التنوين عزيزي الطالب كما تعرف هو ثلاث أنواع فلدينا تنوين الفتح المتميز بالفتحتان والألف ولدينا تنوين الضم المتميز بالضمتان الصغيرتان فوق الحرف المعطى ولدينا تنوين الكسر الذي يتضمن كسرتان تعطى تحت الحرف نبدأ الآن عزيزي الطالب بإضافة التنوين لحرف الصاد حتى نلاحظ كيفية اللفظ والرسم والتغير عند الكتابة إذا تم ذلك فلنبدأ بداية تنوين الفتح عندما نقوم بوضع الصاد ورسمه ونقوم بوضع التنوين إذا قمنا بوضع فتحتان فقط بهذا الشكل وقلنا أن هذا منون بالفتح ويصبح صن يكون هنا الرسم خاطئ الآن قلنا عزيزي الطالب أن تنوين الفتح يتضمن الفتحتان والألف انظر هنا عند نظرك هنا تلاحظ أنني قمت بالخطأ هنا عزيزي الطالب نقوم بإعادة رسم الصاد مع سنه دون البطن فكل حرف له بطن من حروف اللغة العربية عند رسم تنوين الفتح إليه يتم محي البطن وإعادة الحرف إلى شكله الطبيعي في وسط الكلمة فهنا قمنا برسم الصاد ولا ننسى السن الذي يأتي بجانبه وعليه نقوم برفع الألف المتصلة ووضع الفتحتان مباشرة فوق الحرف التي تأتي داخل الألف وعليه يكون هذا الرسم الصحيح لحرف الصاد مع تنوين الفتح فيصبح اللفظ والصوت صن إذن حرف الاس مع تنوين الفتح صن 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 الآن نأتي لتنوين الضم الضم تنوين يتضمن ضمتان جميلتان صغيرتاء الحجم ودائما يأتي فوق الحرف المعطى وطبعا فوق الحرف المعطى في نهاية الكلمة فقط دائما تذكر عزيز الطالب أم الفاضلة هذه قاعدة ثابتة للتنوين سواء كان تنوين الفتح أو تنوين الضم أو تنوين الكسر لا يأتي إلا في نهاية الكلمة يوضع فقط للحرف الذي يأتي في نهاية الكلمة فتنوين الضم لا يغير أي شيء من شكل الحرف فهنا يصبح الصوت صن صن مع تنوين الضم صن صن تنوين الكسر